الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليم أحبابي وأحباب شفية المغربية لكم من السلام تنطلب الله سبحانه وتعالى يلقاكم هذا الفيديو أنتم في أحسن الأحوال إن شاء الله تكونوا مزيانين تكونوا غاية تكونوا ملاح رب يحفظكم ونشيكم يا رب طاقة إيجابية لجلب المال طاقة إيجابية إن شاء الله يدخل رأسنا يلقى عندكم مال وفير وما يخرج هذا العام طاقة إيجابية لابد ناخدها من القرآن الكريم من أسماء الله الحسنى من طاقة إيجابية دائما نكونوا متفائلين خير ودائما نكونوا في حضرة الله سبحانه وتعالى ونكونوا نذكروا الله بعدد كبير على الأقل ألف مرة يا الله يا الله يا الله يا الله دائما تكونوا في حضرة الله سبحانه وتعالى إذن إلا كنتي مع الله يكون معك ولكن جلب الرزق ولكن بطريقة إيجابية بطريقة ربانية بطريقة لتعطيك طاقة إيجابية مع أولادك تكون عندك السمع والطاعة يكون عندك جذب المال يكون عندك جذب ثقة جذب السعادة إلى البيت ماشي عيب إنسان جريه عبدي وننعينك سببه عبدي وننعينك كانوا بكري الناس ديال زمان تديروه غير السبب والكمال وعلى الله لأن الناس ده مبقاتش يوم النية مبقوش يحضرو النية دياله لأن النية فعلا مبقاتش ولكن ضروري النية الحسنة تتعطيك واحد طاقة إيجابية جلب المال إن شاء الله سنعطيها لكم هالطاقة اللي ستعطيكم طاقة إيجابية ما يخرج هذا العام حتى تكونوا إيجابيين لا في المال ولا في الوفرة ولا في السمع والطاعة مع أبنائكم ولا تكون عندكم دائما الوفرة في البيت إذن سنحتاجوا إن شاء الله نقود النقود تكون صرف أو صرف أو تكون نقدا إذن وراق أو تكون نقود بحلكة عندنا الخزامة الخزامة الزرقاء هانتم الخزامة الزرقاء رائعة هذه غير درهم واحد فقط إذن سنأخذه الكمية اللي بغيت لأنك تقدري تخدمي هذه الخزامة طيلة العام إذن تبقى عندك من دبا وتبقى عندك شري واحد الكمية ديال عشر دراهم وتبقى عندك دائما يكون عندك السمع والطاعة وتكوني إن شاء الله مقبولة لا في الحياة ديالك ولا في طاقة إيجابية في المال ولا السمع والطاعة مع الوليدات إذن سنشري إن شاء الله محفظة حمراء هذه غير احنا عدنا في المغرب بخمس دراهم هاد هاد العلامة ديال الخمسة رائعة في جلب الرزق كينا الفراشة وكينا هاد هاد الخمسة إذن اللي بغي شري هذا ريبخروا بالخزامة ويدير فيه نقود دائما نقرأ عليهم هاد الآية اللي غادي نعطيهم وغادي إن شاء الله يكون عندكم طاقة إيجابية في المال إذن بغيشي طاقة المال بغيتي الوفرة بغيتي أنك تكوني عندك واحد طاقة إيجابية مع الولدات الولدات ما سيسمعوش كلام ما تيبغيوش يقرأوا ما تيبغيوش أنهم يطوعوا وليدهم دائما كالغوات وكالصداع في البيت ودائما عندي حيرة في أولادي دائما عندي حيرة في أولادي دائما يتخصمون بينهم بعض الأحيان تيكون حسد أو سحر أو سحر المرشوش يكون في الأعتاب ويقدروا لأبناء يتخطاوه في أي عتابة ويقدر يأثر عليهم ويعطيهم طاقة هذا السحر المرشوش هو اللي عندهم دائما غضب من طاقة اللي دخلتهم طاقة السحر المرشوش إذن الخزامة تتحيد صداع تتحيد السحر المرشوش تتحيد السحر توقيف الحال تتحيد العين تتجلبي بها السعادة سبحان الله حتى السعادة الكونية اللي عندك في جلب المال والسمع والطاعة إذن بغيتوا طاقة إيجابية خليوا لايك ودعموا القناة سوففعلوا الجرس ربي يعونكم وخليوا تعليقات بالصلاة على الحبيب باش يكمل المراد إذن أحبابي غالي ناخد نقود بحال هدو إما ورقية على حسب أشنو بغيت أنت تصدقي هدو للصداقات كل يوم غالي إن شاء الله نصدق على المستطع دي ولكن هادو الخزامة غالي نقرأ لها في ليلة في هادو الأيام دائما نقرأ لها ثلاث أيام نكون نصلي صلاة العشاء صلاة العشاء نصلي ومن بعد صلاة العشاء غالي ناخد هاد الخزامة وغالي بحول الله وقوتي غالي نصلي على سيد الخلق بهادو الصلاة هادو الصلاة اللي غالي نعطيكم وغالي نقرأ صورة الواقع إذن الصلاة على سيد الخلق عشر مرات انتي تتصلي على سيد الخلق ولكن الصوت ذلك مسموع الصوت ذلك مسموع في البيت قلزاوية من البيت وصلي على سيد الخلق بهاتصغة يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام يا حبيبي يا رسول الله إذن الصلاة هي مفتاح الفرج الصلاة على سيد الخلق هي مفتاح الكون صلاة على سيد الخلق هي تفتح سبحان الله باب الرزق الصلاة على سيد الخلق تفتحوا السعادة في البيت إذن قدما صليتوا على سيد الخلق قد يكون عندكم قبول وجاه ومال سبحان الله إذن بعدما صليت عشر مرات سنقرأ صورة الواقعة كاملة صورة الواقعة كاملة وأنا تنقرأ وتنفت تنقرأ وتنفت تنقرأ وتنفت وتندي حلقة مثلا نصيفتش مثلا نديرش إرسال بالريق غير بالهواء تنفت وتنفت وتنفت وتنحط هذه النقود تنحط هذه النقود وسط الخزامة ديال الصداقة صورة الواقعة كاملة إذن وقت القرأة وأنا تنحط فلوس ديال الصداقة اللي غادي نصدق بهم على نية الرزق على نية السمع والطاع للأبناء وعادة غادي نحط اسم السميع يا سميع يا عليم يا سميع يا عليم مئة مرة يا سميع يا عليم يا سميع يا عليم النقود اللي غادي نحط في النقود اللي غادي نحط في في هذه المحفظة مع الخزامة غادي نحطهم فوقها ونتنقرأ صورة الواقعة وسنحط شوية الخزامة مع فوق هذه المحفظة إذن قرأت صورة الواقعة كاملة قرأت يا سميع يا عليم يا سميع يا عليم مئة مرة يا سميع دكري الأبناء ديالك دكري الزوج ديالك دكري اسم العليم بغيت ولادي يقرأوا بغيتهم يتعلموا بغيتهم يتسمعوا ويطوعوا بغيت الزوج ديالي يسمعوا ويطوع لأن هذا اسم السميع كل شيء يسمع كلامك رجال ونساء لا في العمل ولا في البيت ولا في الدراسة ولا في أي مكان ولداتك يسمعوا كلامك ويطوعوك ولكن غادي إن شاء الله بحول الله يا سميع يا عليم. العليم بالنسبة لأبناء بغيتهم يدرسوا بغيتهم يقرأوا بغيتهم يكونوا متحوقين في الدراسة. أما صورة الواقعة هي للرزق والمال سبحان الله العظيم لها تأثير غريب في الرزق والحضور والقبول. لا بد ديرها. والصلاة صلاة سبحان الله العظيم الصلاة على سيد الخلق بهذا الصغة إذا قدرتوا تصليوا أكثر. ومن بعد غادي تتخرجوا هذ النقود إن شاء الله تبيتهم ليلة كاملة أحد العتبة. ليلة كاملة إحدى العتبة. ومن بعد غادي تنزلو لكم النقود غادي تحطوهم في هذا المحفاظة. هاتحطوهم في هذا المحفاظة اللي شريتوا أو تكون عندكم تكون عندكم في البيت جديدة خدموا بها ولكن بخروها بالخزامة اللي حطيتوا فوق منها والنقود غادي نديرهم في واحد البابي مع الخزامة بحلكة النقود غادي نديرهم بحلاكة ديال المحفظة غادي نديرهم هنا وغادي نجمعهم بحلاكة بحلاكة هادو فيهم خزامة والنقود اللي قريتي ونفتع لهم غادي نبخر هادي بالخزامة ان شاء الله نبخرها بالخزامة وغادي ان شاء الله نحط فيها هاد هاد المبلغ هاد النقود غادي تحطيهم على جانب على جانب اما في المحفظة واما في مكان ديال الصدقة كل يوم تخرجي ديرهم واحد او دينار او اي مبلغ عندكم انتما قادرين كل يوم تصدقوه باذن الله الواحد القهار اما الخزامة البخور ديالها مع العصر كل يوم مع العصر صلاة العصر اذا البخور احبابي مع العصر دائما مع العصر مدة اسبوع من بعد غادي تدورها ثلاث ايام في كل اسبوع السمع والطاعة ذكر السمع والطاعة لابنائك باسمائهم سبحان الله غا يكون عندك السمع والطاعة والوفرة والرزق الوفير لا في المال ولا في في الحاقبة ولا في اي مكان هتكوني مقبولة سبحان الله بخري ابنائك بهاد البخور باش يسمعوك ويطوعوك وغادي يكون عندهم حتى السمع يكونوا مزين حتى الدراسة ديالهم وتكون الطاقة الاجابية في البيت اذا احبابي الى عجبكم هادلو الفيديو خليوا لي طاقة ايجابية بلايك والدعم والبرتاج وحاولوا انكم دائما تخليوا تعليق ايجابي بحالكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة